لا توجد جديد سوى الذكريات لأسف الشديد يعني مأساة عندما تكون يعني أن تكون الذكرة هي الحاضر هي التي يستطيع الإنسان أن يستعيدها لا أكثر حتى بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا لا توجد أي دولة ولا منطقة قطع الرواتب بهذه الشاكلة ما يحصل في اليمن قريمة إنسانية يعني في حق المواطن اليمني في حق الإنسان اليمني في حق التاريخ في حق القغرافية أيضا في حق المؤسسات في حق كل هذه الثورة العلمية وهذا التطور الحوثي أتى على كل شيء استهدف استهدف الروافد استهدف الرافعات داخل البلد استهدف المواطن في قوته للأسف الشديد لو ترى كيف دخل المواسسة التأمين والمعاشات وكيف نهب الرواتب الموظفين رواتب المواطنين التي كانت في المنظمات أيضا التأمينات يعني أتى عليها البنوك أيضا ضايق البنوك وضايق العمال في البنوك والموظفين ضايق كل هذه الشريحة الواسعة من العمال اليوم البلد معطل هناك منسر حمي المصانع هناك قطاع خاص منهار تماما القطاع الصحي القطاع التعليمي المؤسف والشديد يعني في هذه اللحظة الراهنة أنه لا يأبه لكل هذا ولا على بالي هذه الأشياء يعني كل المقاومات كل هذه المقاومات دمرها تماما غير آبه بما يجري لديه مسببات لديه أعذار يقول أن هناك عدوان وأن هناك حصار ومن هذا القبيل وهذه كلها ترهات وكلها شماعات كشفت للجميع الأسف الشديد اليوم العمال يعيشون حالة مزرية يعني سواء عمال الشوارع سواء العمال البناء الموظفين في الصحة في التعليم في كل المؤسسات يعني هناك بلد منهار أخي الكريم أي حرب من هذا القبيل حرب تقيمها ميليشيا ليس لديها أي رؤية للدولة والسلطة والحياة الاجتماعية